السلام عليكم رجل نهارده ان شاء الله هنعمل فيه عيش الشاورمة او خبز الطرطلة او الرقاء الطري هي كلها عجينة واحدة هنعمله كده بنفس كيلو من الديق هيخرج معانا كمية ما شاء الله كويسة جدا تقدر بقى تعملي به اكتر من كم وصفة وتستخدميه برضو فاكتر من كم كده حشوة عيش طرط جدا هنعمله بقى كده ومنتهى كده السهولة ومقادير سهلة وبسيطة نسمي الله ونشوف كده مقادير الوصفة بتاعنا عندي هنا حوالي نص كيلو من الديق هضيف له معلقة صغيرة من السكر ونص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة من اللبن البغدر وتقدر تستغنى عنها بس بصراحة بتديره طعام جمل جدا وربع معلقة بس كده صغيرة من البغدر بقلب كده كل المكونات كده الجفة مع بعضها بنزل بحوالي معلقة كبيرة من الزيت المية بقى اللي انا هاجن بها مية دافية لو في الشتاء تعجني بمية دافية ولو في الصيف يفضل طبعا تعجني بمية تكون فترة من الحنفية بنزل بالمية تدريجي تحدي كده لما العجينة تبتدي تلمي معايا بعد كده بقى بجيبها على الرخامة عشان اقدر اتحكم فيها بعجينها كده مش اقل من سبع دقائق قطر العجل بيدي لك نتيجة كويسة وفي نفس الوقت بيخلي العجينة نعمة جدا بجيب كده رشة بسيطة من اللي بتسهل جدا في لما كده العجينة كل بقى ما اتحجني هتلاقي كده بتفتح معاكي اول كده ما بتتكور كده معايا كده خلاص بعرف ومش بتلزق كده في ايدي بعرف كده ان العجن كده مزبوط جدا بجيب رشة كده من اللي وبغطيها كده بكيس تلاجة يكون نطيف وبسيبها كده بس المدة ربع ساعة العجينة تريح معايا ما بسيبهاش اكتر من كده خالص بجيبها بقى وبقطعها بالحجم اللي انت حباه جبت هنا خليط متساوي من اللي والنشا يعني كل كباية من اللي هتدي في قدها كباية برضو من النشا وتقلبوهم كده مع بعض هقسم بقى العجينة الحجم ده بقى بيرجع على حسب الرغبة عايزها بقى اكبر او اصغر على حسب استخدامك بلفها كده رول وقطع بقى وبعد كده بقى ألفها كده اتقوارها كويس كده على الرخامة او تتقوارها بأيديكي الطريقة بقى الأسهل بقى بالنسبة لك تقدر تعمليها زي ما انت حب بقى او بالشكل ده كده بخلص بقى كده كل الكمية اللي عندي بعد كده بقى باسوبهم لمدة بس كده عشان لما اجا فردهم العجينة ترغموا استريحت معاك كويس هتتفرد معاك وكل سهولة هفرد بقى كده حوالي أربع او خمس طبقات وبين كل طبقة والتانية بضيف كده دقيق ونشاه اللي احنا كده حضرناهم كده الاول مع بعض وبضيف كده كمية تكون كويسة جدا عشان اضمن ان هما ميلزقوش مع بعض النشاه بسهل جدا في عملية الفرد خلاص بقى كده بعد لما كده اتأكد ان هما وصلوا للصمك والحجم اللي انا عايزاه افكهم بقى كده من بعض هيطلعوا كده معاك بكل سهولة خالص بشكل ده كده انا هنا خدت اربع طبقات وتقدروا ديفها عندك خمسة او ستة بس اربع طبقات بصراحة بتبقى جميلة جميلة كده وتقدروا تتحكم فيها هعمل بقى كده كل برضو الكمية اللي عندي بخلصهم لنفس برضو كده الطريقة اهم حاجة برضو لازم كنبيت الجيل اللي اضي فيها تكون كافية جدا بعد كده افكهم برضو كده بعد بقى ما بتخلصي كل الكمية اللي عندك عشان بعد كده لما تسويهم تسويهم كده مرة واحدة بقى جبت بقى كده عندي طاصة او صانية وسخنتها كده الاول عندي على النار اول كده لما بتشمع معايا من تحت اقلبه كده على الوش التاني واضيف كده برضو رغيف تاني كده معايا اول برضو ما هيتشمع هقلبه دي بصراحة اسرع واجمل طريقة تسوي بها ليش وما بتاخدش معاك اي وقت خالص وتخلصي بقى عندك اي كمية انت عاملاها بسرعة جدا بعد كده بقى بتكون محضارة كده جنبك فوتت مطبخ تكون نضيفة اول ما بيخد ما لاتلع عندك كده بتغطي بالشكل ده وممكن تبقى عندك كده بخاخة يكون فيها كده مية بترش كده عليه بيخليه قطرة من كده كمان ما شاء الله طريق كده معاك جدا بالشكل ده تلف فيه بقى زي ما انت حبه تلف فيه بقى كده رول تعملي بها بيه اي سنتوشات انت حبها وتقدر تعملي بيه رقاء طريق وفي نفس الوقت برضو تنشفيه وتعملي برضو بيه رقاء ناشف كلها عجينة واحدة هحفظه بقى عندي كده في الفريزر هحفظه كده في أطباق بالشكل ده بلوفه كده عشان ما ياخدش معايا كده مساحة خالص لو فيه بقى كده اي دقيق زيادة موجود تقدر برضو تمسحيه كده بالشكل ده ولو حب برضو تستخدميه في الكريب برضو تقدر تستخدميه برضو او بقى حفظت هنا جزء برضو في كياس تلاجة وبعد كده بخرج اي هوا بيكون كده موجود عندي بالشكل ده كده واقفل بقى كده الكيز لتحت وهنا كده لفيته بستريتش كده تقدر بقى تفرزة عندك بقى كده الوصفة بحيث بعد كده تطلعيها من عندك من تلاجة يدوبك تفوق وتستخدميها بقى كده في اي حشوة او بقى عندك بقى فراخ او تعملي بيها اي طبن لي كده على الوش تبقى برضو معاكي بدل عجينة البتزة الى ايش ما شاء الله طريق جدا بالشكل ده وصفة سهلة وبسيطة خالص وما اخدتش معانا كده اي وقت اتمنى ان شاء الله تجرب الوصفة وتطلع كده معاكي نجحة ومزبوطة والسلام عليكم ورحمة الله